أخواني وأخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحييكم وتمنى لكم وافر الصحة والعافية النهاردة احنا بنتكلم عن المرضى اللي عملوا استبدال لمفصل الركبة وما زال عندهم الألم لكن بيتحركوا ما بقوش معاقين يعني هم كانوا بيتحركوا ومشيين عادي وكل حاجة عندهم شوية ألم لم يقتنعوا أنه هو لازم يعيش بشوية ألم ولم يقتنع أن سنه كبير مش لازم يتحرك جامد ولم يقتنع أنه لازم حتى لو هو نشيط ركبته أصبحت مش نشيطة وكان عنده طموح شديد جدا 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 فلما يبقى عندك طموح وعايز تطمع في حاجة جامدة بتتلقف أي حد يقولك أي كلام فابتدوا قالوا له لا ده أنت تعمل تغيير مفصل للركبة وتقوم تجري فلان عمل تغيير مفصل الرجبة ودلوقتي بيلعب في الأهل فلان عمل تغيير مفصل الرجبة وبيجيب إجوان في المقص زي محمد صلاح أو دكتور قالوا أنا كل المرضى اللي عندي اللي عملوا تغيير في مفصل الرجبة بيجروا دلوقتي في الشارع ومش عارفين نحصلهم يعني مش عارفين نعمل فبناء على الكلام ده وعلى الدعاية وعلى الحاجات دي راح أعمل تغيير مفصل الرجبة فابتدى أنه هو بعد ما عمل تغيير مفصل الرجبة ابتدى أنه هو لا ده مفصل الرجبة بيوجعني ده أنا موجوع ده أنا مش عارف همشي كويس ده أنا رحت للدكتور عايز أجري بقى أو جب لي عقد ألعف في الأهل يقال له لا اوعب بعد ما عمل المفصل ما تعملش مجود للمفصل يتكسر بالعظم بتاعه فالمريض اتفاجئ أنه هو بعد ما عمل تغيير مفصل الرجبة عنده قلم طيب نقدر نساعده ازاي أولا إحنا ما نقدرش نحقن له جيلاتين لأن العظم ده ما بقاش عظم ده بقى حتة حديدة تمام فما بقاش فيه عظم نحقن فيه جيلاتين وما بقاش فيه عظم نحقن فيه برولوثيراب وما بقاش فيه عظم نحقن فيه أي حاجة تمام طيب ممكن نعمله إيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعمله له اللي هو التردد الحراري لأنه بتعمل زي ما أنا شرحت لكم بارح بتعمل في المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي اللي هي بره الرب فهو الحتة دي والحتة دي بقى حتة حديدة ماينفعش نعمل لهم أي حاجة لكن العظم ده لسه موجود أقدر العصب اللي هنا عمله تردد حراري وأقدر العصب اللي هنا عمله تردد حراري وهنا تردد حراري يبقى المريض اللي عمل استبدال مفصل الرجبة ولسه عنده الوجع ما عندناش أي حاجة نساعده بيها إلا التردد الحراري يحقن كله ماينفعش خالص طيب نسب النجاح علشان برضو يعني إحنا ده الفيديو الأخير فيبقى إحنا لمنى كل حاجة أي نسبة نجاح اعتبرها سبعين في المية يعني سبعين مريض يستجيب للحاجة اللي إحنا بنعمله فالتردد الحراري ده برضو المفروض إحنا عاملينه علشان نعالج الأعصاب فالألم يروح لما حضرتك بتعمله برضو سبعين مريض بيرتاحه تلاتين مريض ما بيرتاحوش فلازم نبقى إحنا مستوعبين هذه النسبة ليه السبعين واحد دولار تاحو ما عرفش والطب ما يعرفش في الأبحاث لسه ما تعرفش ليه تلاتين واحد ما استجابوش ما نعرفش ولا الطب يعرف فاهمني اشتم بقى في الطب فيه ناس بأول ما تقوله الطب ما يراكش يقولك الطب متخلف الده كثرة متخلفين المش عارف إيه ماشي اشتم زي ما تشتم هل ده حيخلينا نكتشف السبب مش هنكتشف السبب مش هينوبة غير يعني الإهانة وقلة الأدب وده كتير قوي الناس كتير بيبعدوا انتوا كذبين انتوا فاشلين الطب فاشل اللي مش عارف إيه فاشل وهم رايح جايب زي تكوركم ولا يجيب مش عارف إيه يعني بعد كل ده اللي فاشل هو يروح يعمل حاجات تانية فالنسب كلها 70% فنسب الألم علشان تروح من الركبة بالحاجات دي احنا قلنا ان الوجع علشان يروح لازم العظم يلتقن انت جايب مريض كبير في السن فالعظم عشان يلتقم احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه عشان العظم يلتقم والوجع يروح فنسبة زوال الألم 70% أو 60% يعني كل 100 مريض بنعمله كل الحاجات دي 60 واحد الألم يروح و40 ما يروح أو 70 واحد الألم يروح و30 ما يروح فدي النسب بتاعت الألم لكن لما انت بتحق المادة جيلتينية 100% هتحمل عظم ما هي موجودة خلاص انت حق انت دي 100% حماية 100% حماية ثقة في اللي نجاح تمام؟ يعني 100% حماية لكن انت بقى بتحقنها ومستني بقى العظم يبتدي يلتقم عشان الوجع يروح اتمنى ان انا اكون بالمحاضرات دي لمت كل الحاجات اللي في دماغه علشان تفهموا مفصل الرجبة والمشاكل بتاعت مفصل الرجبة اتمنى ان يكون فيه وعي وانك تبقى عارف انت بتعمل دا ليه وبتعمل دا ليه وبتعالج دا ليه مايبقاش كله ان انت ايه والله انا سمعت دكتور بيتكلم عن البلازمة عجبتني او مرايح عامل بلازمة واحد تاني بيتكلم عن الهيليرونيك كيفني او مرايح عامل البتاعة واحد تاني بيتكلم عن التردد الحراري او ما اروح للتردد الحراري واحد بيحقن المادة الهولندية عجبتني او مرايحة المادة الهولندية لازم تختار الحاجة عن وعي تمام او عن فهم تمام وفي الاخر ان شاء الله يعني ربنا هو الشافي وليس الطبيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى لقاءة متعددة ان شاء الله جزاكم الله عننا خيرا وادعونا ان شاء الله بزاك وبركاته السلام عليكم